بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي صديقاتي ترى طالبات أصفلساس الثانوي أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس الاقتصاد وهدرس بعنوان النقود والبنوك العامة النقود البرقية ظهرت كنوم للتيسير على متعملين في ظل النقود المعدرية إزاي؟ أرقم واحد أية النقود اللي كنا نستخدمها من كده كانت الذهب والفدة ونظراً لوجود أخطار في حملها ولثقة المتعملين في البنوك كمؤسسات مالية وسيطة وضعوا هذه النقود في البنوك مقابل إصال أو سند إداع بتعهد فيه البنك برد الدهب لصاحب الإصال عند طلبه أرقم اثنين مع مرور الزمن التجار وجدوا أنه مما ييسر التعامل تسهيل نقل ملكية هذه الإصالات والإداعات بحيث يكون للحائز الأخير الحق في طلب الذهب أو الفدة من البنك وساعد ذلك على ظهور الأوراق التجارية التي تنتقل ملكيتها عن طريق التظهير أو التسليم واستقرر التجار على قبولها بدأت تعامل بها بدلاً من الذهب والفدة وهكذا ظهرت النقود الورقية البنوك أراد التحقيق مكاسب النقود الورقية إزاي؟ بالتوصف الأكراد عن طريق سندات لا يقابلها غطاء نقدي وكانت رأي في عملية الأكراد نوع من التناسب بحيث يكون لديها كمية من المعادل النفسية تغطي الطرابات عليها وتمثل الكسب اللي حققته البنوك في الفوائد مقابل منح كروض جديدة للعملاء بشكل أكبر من قيمة المعادل النفيسة الموجودة لديها ولذلك أصبحت البنوك قادرة على خلق موارد مالية جديدة إصرف البنوك في إصدار النقود الورقية أدى لتعرض بعض البنوك لإفلاس وضياء حقوق الأفراد وبسبب ذلك قامت الدول بقصر إصدار النقود الورقية اللي هي البنك نو على أحد البنوك فقط زي بنك المركزي على دوافر لديه غطاء نقدي وبدأت الدول تلزم الأفراد بقبولها وأصبح قبولها إجباريا بحكم القانون معنا صداتي أصدقابي يقول عرف الغطاء النقدي ولماذا قامت الدول بقصر إصدار النقود الورقية على أحد البنوك فقط إيه هو ما الغطاء النقدي هو طوافر نسبة من الذهب وأنواة محددة من السندات والأوراق المالية زي تلقيمة مستقرة لدى البنك المركزي مقابل إصدار النقود إذا ممكن يحصل لو رقابة المحكمة غابت على البنوك ودى البنك المركزي ترك الحرية لبقية البنوك في إصدار النقود الورقية إذا ممكن يحصل إذا أصرف على البنك المركزي في إصدار النقود إذا ممكن يحصل لو ده كله حصل الدولة هتتعرض لإفلاس وليها حقوق الأفراد والأزمات الاقتصادية حيث يجب توافر نزمنا الذهب لدى البنك المركزي اللي هي ونعليها بكده غطاء نقدي تطور النقود الورقية في مصر إزاي النقود الورقية التطور في مصر يا الزكاية قم واحد ارتبط إصدار النقود الورقية في مصر بإنشاء بنك الأهلي المصري عام 1898 والنقود دي كانت اختيارية فول الأمر ومقيم الحرب العالمية الأولى في 1914 صادر عمر علي بأن يقول لأوراق البنكروت الصادرة من البنك الأهلي نفس قيمة النقود الزهبية وأصبحت نهائية وإلزامية ولا يجوز تحويلها إلى زهب وفي عام 1957 ميلاديا أصبحت صفة البنك المركزي على البنك الأهلي وتأكد إشراف الحكومة عليه أما في عام 1961 أنشأ البنك المركزي المصري واستقل بذلك عن البنك الأهلي وأصبح له وحده حق إصدار النقود الورقية في مصر النقود الورقية دي لو كانت تغيرت في شكل النقود المعدنية فإن النقود الورقية غيرت أيضا في شكل النقود الورقية بدل أفراد يفضلون عدم احتفاظ بأموالهم نجدا بي يحتفظون بها في صورة ودائع أي نقود الورقية لدى البنوك ويتم نقل ملكياتها عن طريق الشيكات وصميت بالنقود الورقية ليه؟ عشان البنوك للتجارية تقوم بمنح ائتمان أي قرد لو ملائها في شكل حسابات يتصرف فيها عن طريق الشيك الدولة افتضى عن طريق البنك المركزي قيودا على البنوك التجارية في التوسع في منح الائتمان وتحدد شروطه وتراقب أمليات هذه البنوك بصفة عامة ليه؟ لأن البنك لا يقدم مديونيته الخاصة فقط ولكن مديونية المجتمع ككل طب اهي النقود الاتمانية؟ هي مديونية البنك ومسجلة في تفاتري لكن الشيك هو وسيل الانتقال المديونية من عميل لآخر طب اهل ما يكون يحصل اذا وصفت البنوك في اصدار النقود الورقية؟ رقم واحد افلس البنوك رقم اثنين ضياحكم كل افراد رقم تحت عدم ثقة الافراد في البنوك رقم اربعة تدهور الاقتصاد القومي رقم خمسة لتفيع الاسعار ستة انقفاض مستوى المعيشة سبعة ولذلك عمدت الحكومات قصر اصدار النقود الورقية على احد البنوك فقط وبدأ بعد القيود على اصدار النقود الورقية النقود الاتمانية لم تصل بعد لمرحلة النقود الورقية ليه؟ النقود الورقية يعني الزامية اي جميع افرادها ملزمونة بالتعامل بها ونهائية ما ينفعش يتم تحويلها الى نقود معدرية زي الزهب اما النقود الاتمانية مش الزامية الفرد له الحرية في تصويت معاملاته بالشيك او النقود الورقية الشيك وسيلة انتقال مدنونية البنك من عميل لاخر ليه؟ الفرد بقاش مضطر انه يذهب كل مرة للبنك لسحب جزء من حسابه والحصول على النقود لاستخدامها في معاملات التجارية ولكن يمكن عن طريق الشيك ان يعطي امر الى البنك مع ان يدفع الى حامل الشيك جزء من حسابه او وديعته والآن يا اصدقائي ما اخلصت الدرس ظهرت النقود الورقية كنوع من التسير على متعاملين في ظل النقود المعدنية الغطاء النقدي هو توافر نزل من الذهب وانواع محددة من السرادات والاوراق المالية ذات القيمة المستقرة لدى البنك المركزي مقابل الظهر النقود تطور النقود الورقية في مصر والآن يا اصدقائي ما اصلت الدرس واتفت لكم الاجابة عليها وبكده يا اصدقائي اخذ زرسنا وانتهى وقتنا نلتقي ان شاء الله على موقعنا التعليمي نفهم تعليم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته